هلا النهاردة بإذن الله مع بعض هنكمل آآ المفرش بتاعنا اللي هو مفرش الكوزومة وبإذن الله احنا وقفنا الجزء اللي فات عند السطر الاتناشر فهنبتدي مع بعض بإذن الله السطر التلاتاشر. السطر التلاتاشر انا عايزة فوق اول عمود بلفة اللي هو التلات سلاسل او اللي انا كنت بدأ فيهم من السطر الاتناشر هعمل آآ عمود بلفة برضو خالفي فانا هرتفع بس كده بسلسلة وزي ما انا متعودة طالما انا عايزة ابتدي بحاجة خلفي فانا هابتدي بحشو خلفي اهو بطريقة دي باخد حشو خلفي وفوقي سلسلتين وكده كاني عملت اول عمود خلفي بلفة حوالين آآ التلات سلاسل او اللي هما العمود الاولين. نيجي على العمود اللي كان فوق الكلاستر او فوق الغرزتين التناقص اللي هنا. ده فوقيه بالزبط هعمل آآ آآ البابل اللي انا كنت عاملها هنا بس من غرزة العمود بلفتين. فانهالف لفتين على الابرة. وبدخل فوق راس التناقص ده. اهي. وهعمل خمسة ورد عمود بلفتين مش مقفلين كلهم بس باخر فتلة من كل عمود ما بطلعش منها. وبعدين بعد ما عملت خمس عمود بلفة يعني بقى عندي ستة فتلاتة على آآ الابرة بتاعتي هطلع من اول خمسة وسيب اخر اتنين ارجع اطلع من هم تاني. وقادي كده غرزة البابل بتاعة آآ العمود بلفتين نفس الغرزة. طيب بعد كده هعمل ايه? العمود اللي انا كان المفروض واقفة عنده اللي هو العمود اللي كان فوق على طول راس الكلاستر دي. العمود اللي انا كنت واقفة عنده. ادي ده العمود اللي انا طلعه فوقيه. ده اول عمود. بعد العمود اللي انا لسه عاملاه اللي هو آآ الحشو الخلفي والسلسلتين اللي انا كنت معتبرهم اول عمود آآ خلفي بلفة. فده انا طلعه فوق هنا. تمام? هتجاهل بعده هو هيبقى قصاد على طول غرزة البابلز. تمام? وبعدين هبتدي اعمل عمود خلفي بلفة في الستة عمدان اللي عليها الدور. ادي كده ده هتجاهله قلت. يبقى ابتدي في اللي بعضه. واعمل عمود بلفة واحد خلفي. ادي كده اتنين. ادي كده تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. ودايما هيبقى السادس. قبل على طول العمود اللي فوق راس التناقص. شايفين العمود اللي فوق راس التناقص اهو. بالزبط فوق راسه يعني اهي. ده كده. الافلة بتاعت التناقص اهي فوقيها العمود. دايما العمود السادس اللي هعمله خلفي. هيبقى العمود اللي قبل على طول العمود اللي فوق راس الكلاستر. ودايما دايما العمود اللي فوق راس الكلاستر ده هتجاهله. ليه? لانه هعمل فوقي بابلز. فراس البابلز هتبقى هي آآ آآ وراها على طول راس العمود ده فهتجاهله على طول. فانا هدلوقتي هعمل بابلز بالعمود اللي بلفتين. ادي كده راس. ادي كده واحد. ادي كده واحد. ادي كده اتنين. ادي كده دلاتة. ادي كده اربعة. هطلع من اول خمسة. اسيب اخر اتنين اطلع منهم تاني. هتجاهل بقى العمود. ده العمود اللي انا. اتجاهل العمود اللي فوق راس الكلاستر على طول. اهو. وابتدي اعمل مل بعضه على طول. عمود عادي خلفي. وابتدي عده واحد. اثنين. تلاتة. بسم الله. تلاتة. اربعة. خمسة. ان تلاتاتة ستة. ماننا دايما الستة. يبقى قبل على طول العمود اللي فوق راس الكلاستر. ادي كده الكلاستر اهي. واده راس الكلاستر اهي. فوقها العمود هوقف وابتدي أعمل غرزة بابل من عمود بلفتين تانية فوقيها وتجاهل العمود اللي فوق راسي الكلاستر وعمل ستة عمود خلفي في الستة اللي عليهم الدور وأكمل بنفس الطريق لغاية ما أخلص المفرش أنا جيت خلاص لآخر عمود بخلفي اللي هو هنا رقم خمسة وأول واحد عملناه هو رقم هيكون هو رقم ستة ماشي أنا هقفل فيه السلسلة التانية بتاعته وكده نبقى جاهزين للسطر الاربعتاشر في السطر الاربعتاشر أنا هرتفع بسلسلة وفوق آخر عمود خلفي بلفة اللي هو اللي أنا قفلت فيه على طول ده هبتدي أعمل غرزة حشو بعدين هدخل ما بين آخر عمود من الستة والبابل دي وادخل هنا أعمل حشو وارتفع بثلاث سلاسل وادخل ما بين أول واحد من الستة التانيين والبابل في الجزء ده وعمل حشو بعدين أدخل في أول راس أول عمود بلفة من الستة وأول عمود خلفي بلفة وأعمل ورزة حشو بعدين ثلاث سلاسل هاتجاهل رقم اثنين وادخل في رقم ثلاثة وعمل حشو وادخل في رقم أربعة وعمل حشو وارتفع بثلاث سلاسل هتجاهل رقم 5 وادخل في آخر واحدة اللي هي رقم 6 وعمل حشو بعدين ادخل ما بين رقم 6 وما بين البابل وعمل حشو ارتفع بتلت سلاسل ادخل ما بين البابل وما بين اول وحدة اول عمود من الستة لبعضهم وعمل حشو ادخل في قرس اول عمود وعمل حشو بتلت سلاسل بسم الله هتجاهل رقم 2 وادخل في رقم 3 وعمل حشو ادخل في رقم 4 وعمل حشو وبعدين 1 2 3 هتجاهل رقم 5 وادخل في 6 وعمل حشو ادخل ما بين 6 والبابل وعمل حشو ارتفع بتلت سلاسل ادخل ما بين البابل واول عمود من الستة لبعضهم وعمل حشو ادخل في اول راس اول واحد من الستة وعمل حشو 3 واكمل بنفس النظام ده لغاية لما اخلص كل السطر ونرجع نشوف هنقفل السطر ازاي ونبتدي في السطر الخمستاشر دول اخر تلت سلاسل والمفروض ان انا هدخل فوق آآ راس العمود السادس بس انا عندي هنا فوق راس العمود السادس اللي هو كان آآ اول عمود انا بدأت بيه عملت فوقي حشو فانا هقفل على طول في الحشو هنا وعمل على طول منزلق انا كده خلصت السطر الاربعتاشر وهبتدي في السطر الخمستاشر في السطر الخمستاشر انا عايز ابتدي في اول فراغ تلت سلاسل فبالتالي اول حشو هتقابلني هنا هدخل وعمل جواها منزلق وبعدين ادخل جوا فراغ تلت سلاسل برضو اعمل منزلق دلوقتي هبتدي السطر بتلت سلاسل والتلت سلاسل دول هاعتبرهم اول ورزة عمود بلف وجوا نفس الفراغ هعمل ورزتين كمان ازي كده واحد اتنين بعد كده هدخل على الفراغ اللي بعده فراغ التلت سلاسل اللي بعده برضو هعمل فيه نفس ما عملت في الاولاني تلات عمود بلفة انا هنا ما اعتبره التلت سلاسل تلات عمود بلفة وبعد كده هدخل على الفراغ اللي بعده برضو اعمل تلات عمود بلفة واللي بعده تلات عمود بلفة وهستمر طبعا بالطريقة زي لغاية لما اخلص كل الفراغات اللي عندي كل فراغ تلات عمود بلفة واخر فراغ هنا هعمله اخر عمود هقفله في السلسلة التلتة من سلاسل الارتفاع ويها خلص السطرة الخمستاشر ونبتدي مع بعض السلتاشر السطرة السلتاشر هرتفع بسلسلة وبتدي اعمل غرزة عمود بلفة امامي فوق اول عمود بلفة هقابلني ثلاثيا سأكرر بناء غرزة ورغdam سلسلتين واعتبر انه ده هو اول عمود بلفة امامي بعد كده هبتدي اعمل بالتبادل عمود بلفة امامي ادي كده واحد بعدها على طول عمود بلفة خلفي في البعض بعدها عمود بلفة امامي في البعض بعدها عمود بلفة خلفي في البعض عمود بلفة امامي عمود بلفة خلفي. وهفضل اعمل كده بالتبادل لغاية لما يخلص السطر. الستاشر. ده اخر عمود بلفة هنا امامي واخر عمود خالص هيقابلني لازم هيكون خلفي لان انا اول عمود عملته امامي. بعد كده هقفل بمنزلقة في السلسلة التانية من سلاسل الارتفاع اللي كانت فوق الحشو الامامي. وبعد كده هبتدي ابقى جهزة للسطر. السبعتاشر. ده الشكل بعد السطر السبعتاشر. في السطر السبعتاشر انا هرتفع بسلسلة وادخل اعمل حشو في نفس الغرزة. وبعد كده هعمل غرزة حشو في كل الغرز اللي هتقابلني. بس انا هعمل غرزة حشو اه في الحلقات اللي هي آآ الحلقة التانية. في الحلقة التانية. بالطريقة دي. في كل غرزة هتقابلني اعمل غرزة حشو في الحلقة التانية بتاعتها. وطبعا بعد ما اخلص السطر كله هقفل في اول غرزة حشو هقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو انا عملتها. ده هيكون شكل السطر. الغرزة الامامية تبقى عاملة شكل ده من قدام. خلاص انا كده عملت اخر غرزة حشو هقفل في اول غرزة حشو هتقابلني بغرزة منزلقة عشان اقفل السطر السبعتاشر. وهبتدي ان انا اعمل السطر التمنتاشر. في السطر التمنتاشر انا هرتفع بسلسلة. وجوا نفس الفراغ ده هعمل غرزة حشو. وبعدين هنعمل عشرين غرزة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين. وبعدين هعد من الغرز دي سبعتاشر غرزة اتجهلو. وادخل في التمنتاشر وعمل غرزة حشو. فانا عدوا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احضب اتناشر تلاتاشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر وادخل في التمنتاشر وعمل غرزة حشو. وبعدين الحد Family واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبب تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر بعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمانتاشر ستاشر عشرين واعد سبعتاشر تحت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر ربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر وادخل في التمنتاشر واعمل غرزة حشو واكمل السطر كله بنفس الطريقة اخر عشرين غرزة ودول اخر سبعتاشر غرزة وادخل اعمل غرزة حشو منظل قصوري في اول حشو انا عملتها بعدين نبتدي في السطر التسعتاشر في السطر التسعتاشر انا هرتفع بتلت سلاسل وبعتبر التلت سلاسل دول اول غرزة عمود بلفة وفي نفس غرزة الحشو اللي انا لسه طلع منها هعمل اتنين غرزة عمود بلفة تانين يبقى انا كده كايني عملت تلاتة غرزة عمود بلفة جوا فراغ العشرين سلسلة انا هعمل تسعتاشر غرزة حشو فانا هعمل كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست تمنتاشر تسعتاشر انا عملت تسعتاشر غرزة حشو بعدين نيجي على الحشو دي هبتدي احط جواها تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة بعدين جوا فراغ العشرين السلسلة اللي بعده هحط تسعتاشر غرزة حشو تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة طبعا هكمل لتسعتاشر يبقى انا فوق كل غرزة حشو هعمل تلاتة عمودان وجوا فراغ العشرين سلسلة هعمل تسعتاشر حشو هكمل طبعا المفرش كله واقفل آخر حشو هتتقفل في السلسلة التالتة من ثلاثة الارتفاع ده كده بعد السطر التسعتاشر ممكن نشدها كده بس ايه نريح السطر طيب نجي بقى السطر العشرين انا خلاص انا قفلت في آآ السلسلة التالتة عادي خالص وخلصت السطر هبتدي بقى في السطر العشرين ارتفع بسلسلة وهبتدي ادخل حوالين اول عمود من السطر ده طبعا العمود ده اللي هو التلاتة سلاسل اللي انا فوقيهم على طول التلات سلاسل اللي انا فوقيهم اهم التلات سلاسل دول هدخل واعمل غرزة حشو امامي وفوقيها ثلسلتين يبقى هي غرزة عمود امامي وبعدين هرجع تاني فوق نفس التلات سلاسل دول اولهم اول عمود هعمل غرزة عمود امامي برضو تانية بلفه وبعدين فوق العمود التاني هعمل برضو نفس الكلام عمود امامي بلفه واحد وعمود امامي بلفه اتنين فوق العمود التالت هعمل عمود امامي بلفه واحد امامي بلفة اتنين. يبقى انا طلعت فوق اول عمود اللي هنا اصلا افلى فيه اللي هو تلات سلاسل. عملت حشو امامي في سلسلتان. وبعدين رجعت عملت عمود امامي بلفة حوالي. العمود التاني والتالت نفس الكلام عملت عمود امامي بلفة مرتين فوق كل واحد من الاعمدة دول. هدخل بقى على التسعتاشر حشو هنا. هتجاهل اول حشو منهم خالص. اهو ده هتجاهلهم. هدخل في تاني واحدة وعمل غرزة حشو وارتفع منها بتلات سلاسل. هتجاهل واحدة بعدها على طول وادخل في اللي بعدها وعمل حشو وارتفع منها بتلات سلاسل. اتجاهل اللي عليها الدور وادخل في اللي بعدها وعمل حشو وعمل تلات سلاسل. اتجاهل اللي عليها الدور وعمل حشو وعمل تلات سلاسل. هتجاهل اللي عليها الدور وعمل في اللي بعدها حشو وعمل تلات سلاسل. هتجاهل اللي عليها الدور وعمل في اللي بعدها حشو وعمل تلات سلاسل. هتجاهل برضو تاني اللي عليها الدور وعمل حشو في اللي بعدها وارتفع بتلات سلاسل. هتجهل اللي عليها الدور. واعمل حشو في اللي بعدها. وارتفع بتلت سلاسل. بصوا ناقص لكام? ناقص لتلاتة لسه. يبقى هتجهل اللي عليها الدور. واعمل حشو. في اللي بعدها على طول اللي هي قبل الاخيرة. شايفين الاخيرة? اهي اخيرة. دي. دي الاخيرة. اللي هي التسعتاشر الاخيرة. هتجهلها. يبقى انا في التسعتاشر كلهم تجهلت اول واحدة. اول حشو واخر حشو. وبعدين دخلت في تاني واحدة عملت حشو. تلات سلاسل. اتجهل واحدة وادخل في اللي بعدها حشو. تلات سلاسل. اتجهل واحدة وادخل في اللي بعدها حشو. لغاية لما بقى عندي كم? كم فراغ تلات سلاسل? واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة سبعة تمانية تمانية فراغات من فراغات التلت سلاسل وبعدين عندي تلاتة عمود بلفة آآ 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 تلاتة عمود بلفة هنا هدخل فوق اول واحد فيهم اعمل عمودين بلفة امامي فوق تاني واحد فيهم اعمل عمودين بلفة امامي فوق تالت واحد فيهم اعمل عمودين بلفة امامي وبعدين ارجع تاني اكرر نفس التكرار في التسعتاشر غرزة ما تنسوش بتجاهل اول واحدة حشو تلات سلاسل اتجاهل اللي عليها الدور وادخل في اللي بعدها تلات سلاسل اتجاهل عليها الدور وادخل حشو في اللي بعدها وكمل السطر كله بنفس بنفس الطريقة اخر غرزة حشو عملتها وتجاهلت الغرزة التسعتاشر وبعدين هقفل بمنظلقة في السلسلة رقم اتنين اللي هي فوق الحشو الحشو الامامي نبتدي في السطر الواحد وعشرين اولا هبتدي بنفس الطريقة اللي بدأت بها السطر عشرين هبتدي اعمل عمود امامي بلفة حوالين اول عمود امامي من السطر عشرين وبما انه انا اول واحد دايما بابتدي بغرزة حشو فانا هعمل غرزة حشو امامي بالطريقة دي حوالين اول عمود امامي وسلسلتين كده انا عملت اول عمود امامي فوق نفس العمود هبتدي اعمل عمود امامي كمان لو فاكرين الجزء ده كان كنت عملة اتنين عمود امامي فوق كل عمود في السطر عشرين فانا عندي هنا ستة اعمدة امامية اول عمود عملت فيه او فوقي اتنين برضو طيب العمود التاني والتالت هقفلهم مع بعض إزاي هعمل فوقهم أعمدة أمامية وأقفلهم مع بعض أدي كده بلف خيط على الإبرة واخدت حوليها بشكل أمامي أخدت خيط وطلعت وأطلع من اثنين تمام؟ وارجع للعمود اللي بعده بلف خيط على الإبرة بشكل أمامي باخد خيط وأطلع وأطلع من اثنين والاتنين دول أقفلهم مع بعض وبعدين أعمل واحد اثنين ثلاثة وبعدين هرجع تاني أنا كده اشتغلت على تلاتة صح؟ بقي لي تلاتة أربعة وخمسة دول هعمل فيهم زي ما عملت في اثنين وثلاثة خلاص؟ بعمل حوالين كل واحد عمود أمامي ما أقفلوش كله والتاني عمود أمامي ما أقفلوش كله والاتنين مع بعض أقفلهم مع بعض وأجي بقى الآخر عمود هنا هعمل فيه زي ما عملت في أول عمود هعمل فوقيه اثنين عمود بلف أمامي نبقى تاني أول عمود أنا عملت فيه حشو أمامي سلسلتين وعمود أمامي بلفة كده هو أخد اثنين عمود أمامي بلفة الثاني والثالث عملت فيههم عمود أمامي والاتنين قفلتهم مع بعض ثلاث سلاسل الرابع والخمس عملت فيهم زي الثاني والثالث وآخر واحد اللي هو الثادث عملت فيه زي الأول اثنين عمود أمامي بلفة بعدين على طول أول فراغ هيقابلني من فراغات الثلاث سلاسل هنا هقفل بحشو وبعدين واحد اثنين تلاتة هدخل على تاني فراغ وقفل بحشو وبعدين واحد اثنين تلاتة بعدين الفراغ اللي بعده وقفل بحشو واحد اثنين تلاتة الفراغ اللي بعده وقفل بحشو واحد اثنين تلاتة الفراغ اللي بعده واقفل بحشو هكمل بالطريقة دي واحد اتنين ثلاثة الفراغ اللي بعده واقفل بحشو واحد اتنين ثلاثة اخر فراغ هنا هقفل بحشو واطلع على طول اعمل عمود امامي بلفة مرتين حوالين اول عمود امامي من الستة هدي اول واحد ثاني واحد طب رقم اتنين وثلاثة هقفلهم مع بعض برضو باعمدة امامية بلفا. وبعدين واحد اتنين تلاتة. اربعة وخمسة هعمل فيهم زي واحد واثنين. اه زي اتنين وتلاتة. سوري. اربعة وخمسة. طيب اخر واحد ستة. هعمل في اتنين عمود امامي بلفا. واحد اتنين. على طول اقفل في اول فراغ. واحد اتنين تلاتة. حشو في اللي بعد. انا قلت لكم ان انا كنت بدأ بشلة خمسين جرام من هوبي. هي خلاص. هتخلص في السطر واحد وعشرين. وهكمل اه بشلة تانية. انا هقفل السطر. خلاص عملت اخر حشو في اخر فراغ تلات سلاسل. وهقفل السطر في السلسلة التانية من سلاسل الارتفاع. هبتدي السطر ال اتنين وعشرين. وبنفس الطريقة اللي بدأت فيها واحد وعشرين هبتدي فيها اتنين وعشرين. هرتفع بسلسلة ولفة حوالين اول عمود امامي بلفة. اللي هو كان حشو امامي وسلسلتين. وهعمل برضو نفس الكلام. هعمل حشو امامي وسلسلتين. وكده كاني عملت اول عمود امامي بلفة. حوالي نفس العمود ده برضو هعمل عمود امامي بلفة كمان بعدين انا هنا عندي ايه انا عندي العمود الامامي اللي بلفة التاني من السطر اه الواحد وعشرين اهو وعندي الاتنين اللي قفلتهم سوا فانا هدخل اقفل التاني في الاتنين اللي قفلتهم سوا ازاي هلف على الابرة اخد خيط هنا ولف حوالينه بشكل امامي واخد خيط واطلع ومطلعش من الاتنين وبعدين هعمل نفس الكلام حوالين راس التناقص ده ازاي بقى هاخد او ادخل ازاي انا هدخل اخد الفتلتين الفتلتين دول شايفين الفتلتين دول واطلع من اتنين وبعدين اطلع من تلاتة سبب وبعدين هعمل سلسلتين هدخل جوه فراغ التلات سلاسل هعمل عمود بلفة عمود بلفة سلسلة عمود بلفة كمان سلسلة عمود بلفة كمان سلسلتين وبعدين نفس الكلام اللي عملته قبل هعمله بعد هدخل في التناقص ده والعمود ده اقفلهم مع بعض بلفة على الابرة بدخل في التناقص في الفتلتين من فوق باخد خيط واطلع واطلع من اتنين واثيب اخر فتلة على الابرة بلفة على الابرة بدخل فيه التاني بشكل امامي وبرده بخرج من فتلتين واقفل الاتنين مع بعض واخر عمود زي اول عمود هحط حواليه عمودين بلفة انا هكرر الجزء ده تاني بس في المكان ده خلص معروف هنعمل ايه هننزل على طول نقفل في اول فراغ وبعدين واحد اتنين ثلاثة نقفل في اللي بعده واحد اتنين ثلاثة نقفل في اللي بعده واحد اتنين ثلاثة نقفل في اللي بعده واحد اتنين ثلاثة هنقفل في اللي بعده واحد اتنين ثلاثة هنقفل في اللي بعده اخر واحد تمام هرجع تاني اعيد الجزء ده تاني اول عمود واخر عمود بعمل فوقيهم اتنين عمود امامي امامي كل واحد لوحده يعني بيخلاصو على يعني مش بقفلهم مع بعض ادي كده اول عمود بعمل فوقي اتنين عمود بلفة امامي بعدين التاني والتالت التالت ده اصلا كان تناقص برضو هتناقص فيهم هما الاتنين مش هقفل كله وهنا هدخل في راس التناقص واخد خيط واطلع واطلع من الاتنين بس ومش هقفلهم كلهم وقفلهم الاتنين مع بعض. بعدين سلسلتين ودخل في فراغ التلت ثلاسل اعمل عمود سلسله عمود سلسله عمود سلسلتين وزي ما عملت هنا هعمل هنا بدخل حوالي راس التناقص ده واعمل عمود امامي بلافة مقفلوش كله وحوالين العمود اللي بعضو امامي برضو بلفة مقفلوش كله وقفل اتنين مع بعض وبعدين اخر عمود بحط فوقي اتنين عمود امامي بلف وبعدين هبتدي ان انا ادخل على طول من غير ما عمل اي حاجة على طول في اول فراغ هيقابلني وعمل حشو واحد اتنين تلاتة واكمل لغاية السطر بنفس الطريقة. خلاص السطر وقفلت بالمزلقة في السلسلة التانية فوق سلاسل اللي هي الارتفاع اللي كانت فوق الحشو الامامي. انا هكتفي في الفيديو ده لغاية السطر الاثنين وعشرين عشان بس ما يبقاش فيديو طويل قوي. وده الشكل اللي احنا وصلنا له لغاية السطر الاثنين وعشرين. لسه طبعا الباترون مخلصش فان شاء الله هنكمله في فيديوهات تانية. ومع السلامة لغاية لما قابلكم باذن الله. مع السلامة.